السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا قصة جميلة ألا وهي قصة أبونا آدم عليه السلام كيف بدأت هذه القصة وكيف بدأ الله خلق آدم كل هذا إن شاء الله سأحكيه في هذه الدقائق المعدودة الله عز وجل قبل أن يخلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أنا سأجعل مخلوقا في الأرض يخلف بعضه لما يموت هذا الشخص يأتي أولاده وأحفاده يخلفونه من بعده فذكر المفسرون أن الجن كانت تسكن الأرض قبل أن يخلق الله آدم فكانت الجن في الأرض فيهم الصالح وفيهم الطالح فكفروا كل هؤلاء الجن وعثوا في الأرض فسادا وكانوا يقتلوا بعضهم البعض وكان فيهم جني واحد صالح هو الجني الصالح الوحيد فكان يقول لهم يعني يعبدوا الله ولا تعصوا ولا تقتلوا بعضكم بعضا فما سمع أحد من الجن كلام هذا الجني الصالح فأمر الله الملائكة أن تنزل وأن تعذبهم وأن تهلكهم وترفع هذا الجني إلى السماع إلى الجنة لأنه كان الجني الوحيد الصالح فصعد هذا الجني الذي خلق من نار إلى السماء قيل إلى السماء الدنيا وقيل إلى الجنة كتب التفسير مختلفة المهم أنه دخل إلى السماء وبدأ يعبد الله مع الملائكة فبدأ الكبر والغرور أنا جني صالح أنا أحدت هذه الملائكة يعني أنا أحسن منها أنا أعبد الله وأصلي مع الملائكة وارتفعت من الدنيا ومن الأرض والآن أنا في السماء يا الله كم أنا يعني شخص صالح جدا وبدأ الغرور والكبر في نفسه وفي قلبه أنه أفضل واحد وأنه يعني أذكى شخص وأعظم كائن في هذا الوجود فالله عز وجل قال مرة للملائكة أنا سأخلق في الأرض خليفة يخلف بعضه بعضا فقالت الملائكة لأن الملائكة تعلم ماذا فعلت الجن في الأرض فقالت يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن يا رب نعبدك ونسبح بحمدك ولا نعصيك أبدا فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون ذكر المفسرون أن كلمة إني أعلم ما لا تعلمون أعلم ما في نفسه هذا الجنية الذي سيسمى فيما بعد بإبليس يعلم ما في نفسه والله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان سيكون منه الأنبياء والصالحين والعباد والعلماء وكل الناس الجميلين هؤلاء فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون ثم قبض الله عز وجل من كل بقعة من الأرض قبضة بيده سبحانه وتعالى فلهذا بعض الناس يكون الأبيض والأحمر والأسود بعض الناس الشديد بعض الناس الليين بعض الناس الهيين بسبب القبضة التي قبضها الله عز وجل من الأرض وهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما خلق الله آدم بيده جعله كالصلصال قال الأهل العلم أنه مكث أربعين سنة فكان إبليس هذا الجني الصالح الذي كان في الأرض صالحا ثم في السماء كان متكبرا كان يأتي إلى هذا الصلصال ويدخل من فمه ويخرج من دبره ويقول هذا كائن يفنى هذا كائن يمود داما في مكان للأكل ومكان لخروج الفضلات إذن هذا لا يبقى سيفنى أنا أفضل منه أنا أحسن منه ثم قال الله عز وجل قال الملائكة ما أسماء هؤلاء ما أسماء هذا وهذا أشياء كثيرة الله خلقها في الأرض فقالوا لا علم لنا نحن يا رب لا نعرف هذه أشياء جديدة أنت خلقتها في الأرض لا نعرف ما هذه الأشياء فالله عز وجل بعد أن خلق آدم نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى فصار كائنا حيا يتنفس ويتكلم ويرى وعلمه أسماء كل شيء الله جعل آدم يعرف أسماء كل شيء أسماء السماء والأرض والجبال والنهر والثمر هذا تفاح هذا برتقال هذا عنب كم من أشياء موجودة في الأرض لا نعرف أسماءها آدم كان يعرف أسماء كل شيء فلما قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله لآدم يا آدم ومعنى كلمة آدم هو الإدام من التربة لأن آدم خلقه الله من تراب فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم بأسماء كل شيء حتى بأسمهم أنت اسمك جبريل وأنت ميكائيل وأنت ملك الموت وأنت إسرافيل وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا أخبرهم بكل الأسماء وهذه سماء وهذه أرض وهذه كل أسماء كل شيء فلما الله عز وجل أراهم أن آدم هذا يعرف أشياء كثيرة هم لا يعرفونها قالوا سبحانك أنت يا رب تعرف كل شيء ونحن لا نعرف فقال الله عز وجل أسجده لآدم سجود ليس سجود عبادة بل سجود تعظيم وتنفيذ لأمر الله وهو في شريعتنا كمسلمين لا يجوز أن نسجد لأحد لكن في الشرائع التي قبلنا كان السجود معناه التحية والاحترام كما في بصة يوسف عليه السلام عندما نصل إليها سنحكي هذه النقطة بس ركزوا على مسألة السجود فسجد الملائكة كلهم كل الملائكة سجدوا لمن لأبونا آدم إلا ذلك المتكبر إلا ذلك الشيطان لم يسجد بقي واقفا فقال الله له لماذا لم تسجد لماذا لا تسجد لما خلقت بيدين أستكبرت أم كنت من العالين لماذا لا تسجد لآدم وقد سجدت الملائكة كلهم والله يعرف ما في نفسه لكن الله عز وجل يريد أن يقيم الحجة على هذا الشيطان وأن يري الملائكة الكبر الذي في قلبه الذي لا يعلم به أحد إلا الله فقال أنا خير منه أنا أسجد لآدم هذا الذي خلقته من تراب من طين أنا خير منه لماذا أنت خير منه أنا خلقتني من نار وخلقته من طين طيب من أخبرك أن النار أفضل من الطين النار تحرق والنار تهدم والنار لا تستطيع أن تنام وهي موقدة لكن الطين عمار والطين إذا وضعت فيه تربة طلعت شجرة إذا بنيت فيه بيتا صار قصرا تستطيع أن تصنع بالطين أشياء كثيرة لكن النار ستحرقك ستهدمك ستدمرك من أخبرك أن النار أفضل من الطين فبسبب كبره قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقال الله عز وجل فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم دي أنت ملعون مطرد فقال إبليس يا رب عندي طلب فقال الله ما هذا قال اجعلني إلى يوم يبعثون خليني أعيش ولا أموت فلما لما تريد أن تبقى إلى يوم القيامة قال هذا آدم لكثرة ما أكرهه أنا عارف أن أنا لن أستطع أن أدخله النار لأنه نبي ولأنه سأحاول معه لكن يا رب أولاده أنا أريد أن أدخل أولاده معي النار يا رب وعزتك لأغوينهم أجمعين سأجعل أولاده كلهم يدخلون النار معي لن أدخل النار وحدي بل لكرهي لهذا الرجل الذي فضلته علي أنا أخلي أولاده كلهم كفار وعصاه ومذنبين ويشربون الخمر ويقتلون ويزنون ويفعلون المعاصي ويقولون أن لك ولاد ويقولون أنك ثالث ثلاثة ويقولون أنك فقير وهم أغنياء سأفعل كل شيء من أجل أن يدخلوا معي النار فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين عبادك يا رب الصالحين هؤلاء لن أستطع أن أدخلهم مع النار لأنهم صالحين ولأنهم يحبونك ولأنهم سيستغفرونك وسيعودون إليك وأنت رب غفور الرحيم إبليس يعلم يعلم أن الله غفور الرحيم فقال الله عز وجل نعم الذي سيتبعك ويسمع كلامك ويصدقك فإن جهنم موعدكم أجمعين النار موجودة منتظرت لكم لكن عباد المخلصين ليس لك عليهم سلطان لو يذنبوا ثم يستغفرونني سأغفر لهم لو يأتيني أحدهم بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة لو أحد أذنب من السماء ثم قال يا رب اغفر لي سأغفر له وأدخله الجنة أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين خرج إبليس والحقد يأكله والغل يملأ قلبه فقال الله لآدم يا آدم ادخل الجنة وارتع فيها وعش فيها وفعل ما تشاء فلما دخل الجنة مكث فيها فترة ثم شعر بالملل أنا لوحدي في الجنة لا يوجد معي أحد فعلم الله أنه مستوحش وأنه يريد أحدا يؤنسه فكان نائما فخلق الله من ظلعه الذي بجانب قلبه علشان يحبها وتكون سكنة ويكون سكنها خلق امرأة جميلة استيقظ آدم فرأ امرأة كأجمل ما تكون أنا عمري ما رأيت مثل هذا الكائن الجميل شعرها ووجهها وعينيها جميلة ففتحت عينيها وقالت من أنا فقال لها أنت حواء فقالت اسمي حواء قال لها نعم الله خلقك من ظلعي وأنا كائن حي فأنت حواء من الكائن الحي فكان معها يدخل ويخرج ويلعبان سويا ويستمتعان في الجنة فقال الله لهما يا آدم هذه الجنة لا تجوع فيها ولا تضمأ ولا تعرى ولا تشقى كل الجنة لك حلال افعل ما تشاء لكن يا آدم في اختبار بسيط سأختبرك فماذا تريد مني يا رب سمعا وطاعة قال هذه الشجرة لا تقربها شجرة عادية قيل شجرة حمطة وقيل شجرة مجرد شجرة فيها ورق وقيل شجرة تفاح لا يوجد شيء حديث صحيح يقول أنها شجرة تفاح وأنا بالقصص يا أحبابي أذكر لكم ما قاله ابن هشام وما قاله الطبراني وما ذكر في كتب السير فليس شرطا أن يكون الحديث صحيح لأن العلماء يتساهلون بالقصص يعني تسكيل أن القصة قد تكون موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي بني ذكرت في بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من بني إسرائيل ولا حرج لا تصدقهم ولا تكذبهم فالقصص يعني لا بأس إذا كانت من عدة كتب أو من عدة مصادر وهذا دأب العلماء دائما المهم فما أحد يعرف بالضبط ما هي هذه الشجرة الله قال شجرة ذكرها في القرآن شجرة ما ذكر تفاح أو حنطة أو شعير المهم أنها شجرة فقال آدم نعم يا رب لا أقربها ولا أذهب إليها فإبليس أراد أن يدخل إلى الجنة هذه الذي موجود فيها آدم ماذا أفعل؟ كان يقول الحيوانات من يساعدني من يساعدني أن أدخل إلى هذه الجنة إلى عند آدم فكل حيوانات تقول لا أنت مغضوب والله طردك ولن أدخلك فقالت الحية أنا سأدخلك أيها الشيطان تعال وسأساعدك في الدخول فدخل وسطها دخل وسط الحية الثعبان ودخلت إلى الجنة إلى اليوم والحية عدوة لنا ونحن أعداء لها تكرهنا ونكرهها ليش؟ لأنها هي التي سمحت حتى أن بعض العلماء ذكروا أنه لما نزل آدم وحوى والشيطان من الجنة نزلت الحية معهم إلى الأرض لماذا؟ لأنها ساعدت الشيطان أن يدخل ذكرهم آل العلم المهم دخل الشيطان إلى الجنة فآدم لا يعرف أن الشيطان هذا يكره كل هذا الكر لأنه لما رأى قال يا آدم ما أخبارك ما أجملك ما أحسنك ويمدحه فقال له لماذا لا تأكل من هذه الشجرة؟ قال لا لا أأكل منها الله أمرني أن لا أأكل منها قال يا آدم أتعرف لماذا؟ لا يريدك الله أن تأكل من هذه الشجرة؟ قال له لماذا؟ قال لأنك إذا أكلت منها ستكون ملكا ستكون ملكا من الملائكة مخلدا لا تموت قال حقا قال نعم صدقني أقسم لك إنني صادق وأني لك لمن الناصحين ترسمي بس يا آدم ثق بي وإذا أكلت من هذه الشجرة فإنك ستصبح ملكا وتكون من الخالدين طبعا ذكر أهل العلم بعض الكتب قصة جميلة أن آدم رفض فذهب فذهب الشيطان إلى حواء قال يا حواء أقنعي زوجكي أني أكل من هذه الشجرة لأنك ستصيرين من الملائكة وتكونوا خالدين ولا تخرجوا من الجنة فذهبت إليه ووزت في أذنه بس بعض العلماء قالوا لا الله قال فعصى آدم ربه فغوى فالله ذكر أن آدم عصى ما قال فعصى أنهم الأثنان فالمهم هل أحواء التي أقنعت ولا الشيطان الذي أقنعه المهم أن آدم ضعف وذهب إلى الشجرة العادية ليس فيها أي شيء مميز بالعكس الذي في الجنة كل شيء أحلى منها بس الشيطان لم يأتي إليك ويقول لك الله ما أحلى جرب الدخان جرب المسلسلات جرب الأفلام جربي هذا اللبس جرب الميكوب بتكوني أحلى رغم أنت بدون ميكيج شكلك أحلى وأروع وأجمل لم تلبسين عباءة لم تلبسين جلبابا لم تتنقبين لم لا تتعطرين كل شيء يفعله الشيطان معك نفسه فعله مع أبونا آدم فذهب آدم وحوى فأكل من الشجرة فأول ما أكل منها بدت لهما سوآتهما اختفت الملابس كانوا لابسين الحرير والسندس والملابس الجميلة فجأة اختفى كل شيء لا حرير ولا لباس فكل واحد استحى من الثاني وكان يغطي نفسه وآدم أخذ من الورق ورقة شجرة كبيرة فأخذها ولبسها وغطى نفسه فالله ناداه يا آدم يا آدم قال نعم يا رب قال ألم أنهك عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أنا يا آدم ما قلت لك لا تأكل من هذه الشجرة أنا يا آدم ما قلت لك لا تقربها قال يا رب الشيطان غواني وغوثني نفسي يا ربي إلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قال يا آدم اهبط إلى الأرض بعضكم لبعض عدو هذا عقاب لك يا آدم أن تنزل أنت وحوى والشيطان إلى الأرض فتخرج من الجنة فآدم نزل إلى الجنة وكان يبكي الليل والنهار فأتى إليه جبريل قال يا آدم ما يبكيك قال قد غضب علي ربي قد أخرجني من الجنة قال لكن والله عز وجل علم آدم كلمات علمه أن يقول لو لا أن تغفر لي وترحمني وترحمني لأكونن من الخاسرين فلما كان يستغفر ويتوب قال الله عز وجل قال جبريل لآدم قد غفر الله لك وإذا مت أعادك الله إلى الجنة ففرح آدم فرحا شديدا بعد أن كان يبكي الليلة والنهار بعد أن أخبره آدم أن الله عز وجل قد رحمه وقد غفر له وأنه عندما يموت سيدخل إلى الجنة ونزلت قيل أنه نزل في نجد وأن حوى نزلت في مكان آخر ومكث يبحثان عن بعضهما طويلا حتى التقي في جبل عرفة فسمي عرفات لأن آدم عرف حواء فيها وعرفت حواء آدم في هذا الجبل ونزل الشيطان ونزلت الأفعى لكن الشيطان قال ها تظن أنك ستفلت مني يا آدم الآن بدأت المعركة فبدأت فعلا المعركة التي ستبقى إلى يوم القيامة بين آدم وذريته والشيطان الذي لن يهدأ إلى أن يدخل كل ذرية آدم إلى النار إلى هنا انتهت قصتنا الجميلة والمرة القادمة أحكي لكم ماذا حدث مع ذرية آدم بعد أن أنجب ولدان طيبان صالحان فأتى الشيطان فصنع مصيبة عظيمة بينهما واستطاع أن يحزن آدم مرة أخرى إلى ذلك الحين استدعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته